هذا وشاركت رئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مرسي في فعاليات مؤتمر حقوق الإنسان بناء عالم ما بعد الجائحة وفي كلمتها خلال الجلسة الأولى من المؤتمر أشهدت رئيسة المجلس القومي للمرأة باختيار المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية لموضوع المؤتمر لمناقشة قضية بناء عالم ما بعد الجائحة ولفتت إلى أن جميع التقارير الدولية أقرد بأن وباء كورونا قد ينسف أي جهود بذلت بهدف المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة طيلة 25 عاما الماضية في جميع دول العالم مؤكدة أن مصر كانت أول دولة في العالم تصدر ورقة سياسات حول الاستجابة للاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة في إطار التعامل مع الجائحة ترجمة نانسي قنقر